سهلا بكم بقناتي أماني هوجا اليوم بهذا الفيديو رح نحكي عن نماذج الامتحان لطلاب صف الحادي عشر مادة الأدب التركي طبعا هون أول شي حطينا أنه نحن نعرف اسبتنا رح تكون كلاسيكية فحطينا هون شو المواضيع اللي رح يجي منا أسئلة ديريك شويلة شو ريكيت شورو بلدا متين دكي تشاطش مالر بليرلان يعني رح يسألونا من وحدة الحكاية سؤال رح يسألونا دي البلغيسي سؤال بقواعد طبعا يازمة في عنا سؤال وندان صورة وحدة الشهر أكتر شي رح يجي منا آهنجي ساليا يعني رديف كافية رح يسألونا عنا مزمون إمجة أدبي صنات لار يورون رح نعمل نطالع يعني مثلا فكرة الناس أو فكرة الشهر بهدو رسو وندان صورة عنا سؤال كمان من ترم بي چميني بهدون من أكم أنامي يزار لارن يسألونا اسم كاتب واسم مثلا الكتاب طبعا عنا دي البلغيسي كمان من هاي الوحدة وشكل دي صورو لار ولجاك تعونا شوف مع بعض السيناريو كيف وشو حلوه أنا رح أتلكون الملف تحت الفيديو اللي لسه ما حلو بيقدر أول شي يحاول يحلوه هو بعدين يشوف الحل تمام؟ يعني عندي السؤال الووال عن بيقول جمهوريه الدنمي ملي ديني دوير اللقلو يانستان هيكايه انيشينيه ايجل ممكن يجي منها فهون عم بيقول لي انو بدّي يكتب حكايه بس تحت مفهوم شو ملي ديني دوير اللقلو إحنا حكينا عن المفاهيم كلاياتها طبعا هاد المفهوم اللي بعصر الجمهورية فبدنا ننتبه على خصائص هاد النوع من الحكايات بدنا نشوف شو هي مفاهيم الملي ديني دور القلة حكاية لها حتى أنا اكتب حكاية بنفس هاد المجال بدنا ننتبه على علامات الترقيم بدنا ننتبه على الحرف كبير حرف صغير كلمة متصلة كتابة الكلمة بشكل صحيح هاي كلاياتها بدنا ننتبه عليها سؤال التاني عن بيئيلي بو بنتكي 6 çizili sözlerin hangi edeبي صناطة edeبي صناط باك geçميش و geleجيك كلمتين ضد بعض يعني عكس بعض او زمان شو في عندي هون تيزات عندي تيزات اللي مولم تذكر الهدبي صناطلار يرجع على ادرو الصفة التاسع بالقناة في عندكم درس السوص صناطلار تحضرو لحتى تدرو تحلو هاد النوع من الاسئلة طيب هون عم بيئيلي ايشارك و بيصين özellikleri göز önünde بلنده درس الانيشي اعنمي اكتابة بيئيلي او زمان شو عم بيئيلي عم بيئيلي انو بدي تكتبلي خاصيتي من الصف شير اول شي بتعملو تحاولو تتذكرو مفهوم الصف شير شو كانت خصائصو تمام هلا صف شير من اسمو سادة يعني انا عندي هون الكلمات اصلا سادة بسيطة اللغة المستخدمة فيو معناتا شو بنقول هون خلوني يكتبلكون ياهم فيكن تقولوا مثلا امج شير الامج شير الامج جزال لك ليش؟ لأنه الهدف من الصف شير هو فقط الجمال وليس انه انا اكون اعطي مساج تمام فينا مثلا نن اول شير دیل شير دیل شير دیل باع sadəد من الصف شير دیل بما انو صاف شير وبدوني خاصيتين خلاص انا اذا حفظان الخصائص لبع صاف شير فبكتب ايا اتنين بعرفهن هنه هيك هيك هيكونوا صاح لانو الشهر هو اصلا صاف شيري اصدقائي تمام نجي على السؤال اللي بعده عطيني هون شعرين برينجي دونم شير دان بريلان بو تزيلار دان هركت لتنظيمات برينجي دونم شيرين بيچن بي اي چيرينه داير برار وزاليك بلير ليرك يزنز هلا هايك السؤال بيجي طال انو انا كيف بدي اكتب كيف بدي طالع ما فيو شي هو عاطيك عم بيقلك انو هاد الشهر من برينجي دونم تنظيمات شيري فانا اذا حفظان خصائص البرينجي دونم تنظيمات شيري خلاص بقدر انا اعرف البيتشيم والإي تيريك اذا طلعنا على البيتشيم طلعوا عليها كيف شكله بيت ما هيك طلعوا عليها بيت هون انا عندي طيب انا هون عندي بكن الكلمات حاطط لي اصلا معاني هون فمعناتها كلمات اجنبية وزمان بردا نين دواما يعني شو شكله وقت بيكون انا عندي كلمات اجنبية بالنسبة للأتراك طبعا فانا شو بيكون في عندي هون ديوان ادبيات ما هيك ديوان ادبيات ادبياتنا دواما حيث نحن عم يحكي البيتشيم الشكل طيب بما ان ديوان ادبياتنا دواما معاناتها شو الوزن المستخدم ارزو ölçüsü ما هيك او زمان ارزو ölçüsü kullanılmıştır بو متين ديوان بوردا الشعر الاول هو لا زياء كشاك رجيل شول يضرز تركيب بنت نوعا تركيب تركيب بنت اذا لسا ما لكن نسيانين او خلينا نقول اذا انتو نسيانين النظم شكلري والنظم ترو كمان احضروا فيديو بين فيديوهات صف العاشر فيديو مختصر للنظم ترو والنظم بي كمي منزلتو انا لحتى تسترجعوا معلوماتكم الشعر الثاني هو لا نامك كمال مأخوذ من مربع تمام مأخوذ من مربع مأخوذ من مربع فايزان اوه بالنسبة للإيشارك يا اصدقائي اه يعني اصدون الموضوع نحن اذا نذكر انه البرنجي دون تنظيمته المواضيع تبعها هالشو كانت جَوْمُسَلْةِ طُمُسَلْةِ قُنُولَ اذا اصلا قرأتا bakın مَمْلَكَتْ بِتِّي يينَ بِتْمَدِي هَالَيْسَنْ بَكَمْلَكَتْ تَنْ بَاستِدِي وَاَفْتَنِ وَاَذْا كُنُولَ اوْاً بِي كَانْ بِامْا وَاَاَتْ بِاكَالِ بِا اَصْدِ شَكِلْ سؤال عن الجميلين الأجلال هلأ هجرتلين بقيئيسي هجرانا ديگولار أول شيء شو بالدعم بدهي طالع اليكلم يعني وين عندي أنا هاليكلم بهذه الجملة هي ديگولار بدون ما طالع أنا اليكلم بدون ما طالع اليكلم ديگولار دييل بان kafام karıştı بدون ما طالع اليكلم ما فيني طالع بأييت الاناصر إجباري أول شيء بدهي طالع هو اليكلم محظون حدودلين أتسين أقان سوال جنمده هب اوزانا برابر جلداد evet جلداد هي اليكلم معلومة سريعة اليكلم ممكن يكون اسم أو ممكن يكون فعل إذا كان اسم فلازم يأخذ اك إيلام يعني ضر ض وإس لحتى يتحول الاسم لليكلم إذا كان فعل لازم يكون چكيملي في چكيملي في يعني محدود بي زمن إما gelecek زمن إما geçميش زمن إما ديولا geçميش زمن إما استق إما امر المهم لازم يكون فيه حبر كيبي أو فيلق كيبي طيب عندي هنا شؤلنا جلداد هي اليكلم بالامتحان شو عن بيئلك üzerine جوسترينيز يعني بحط خطها وبكتبون تحت اليكلم أنا اختصار بحطة بي لكن أنتو اكتبوا اليكلم بشكل كامل بعد اليكلم شو بعمل بسأل بسأل بسؤال كم وني ني جلداد أو كم جلداد هكتبوا اليكلم hicretlerin bakiyesi hicranlı duygular, mahzul hudutların ötesinde akan sular ne yaptı? çağıl dedi. O zaman nerede çağıl dedi? Gönlümde. O zaman bu dolaylı tümleç. Peki ne zaman çağıl dedi? Hep o Ozan'la beraber o zaman o zaman o zaman Ozan'la beraber bima ennü səalit bi kiminle u jawabit alayha Ozan'la beraber o zaman heyşu zarf tümleci. طيب ne zaman çağıl dedi? Hep çağıl dedi o zaman bu da zarf tümleci. Mümkan yäkün عنdi l'unsur ekdar min wahed bi eljümle. Yani ma hıtt hep o Ozan'la beraber heyk hıtt khat wahed u gul hayyi zarf tümleci. La hıdod kil wihde l'haj. Hada anusur l'haj. vuhada anusur l'haj. Vuhada anusur l'haj. Tamam mı arkadaşlar? Bi hadis şekil cümlenin ögeleri. Mümte el ala el sinariot tani. Bu parçadaki temel çatışmayı belirleyerek yazınız. El çatışma hiyye l'akda bi elb el bi elb el nas. Yeniden mağarada Bizans prensesini ve hazinesini o sıralarda oynayan esrargin esrarengiz bir filmdeki gibi heyecan ve korkuya rağmen aramayı koyulduk. Hepimiz bir macera filminde oynayan birer kahramandık sanki günlerce kazma kürek sallamaktan yorulduk. Bittik harap olduk ama usanmadık. Tekne parçaları eski terlikler fazla bıçaklar çatallar bulduk ama ne prenses ne de define'den biriz. Yani çatışmaye 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 Ararken korkuları duymaları, yururdukları rağmen ve hiçbir şey bulmamaları rağmen Yani sadece değersiz buldukları şeylere rağmen yine aramaya devam etti Bu, تمel çalışmay Yani الشيء الرئيسي اللي عم يصير بهاي الحكاية فا جوابنا بقول بهاد الشكل شمد نوكتالما إشارت لري بدن حطن بشكل صحيح بي الأقواص هلا شويل 6. كattan يavrularını boyunlarından dişleriyle tutup oradan oraya taşıyan kediler bak kediler وعندي شو عندهم كميك taşıyan بما أنه أنا عنده كميك taşıyan هي كلمة مكتوبة بحرف كبير وهي هاي الكلمة المكتوبة بحرف كبير بس إنه ما ياسم يعني ما ياسم خاص فمعناته أنا خونه شو صار عندي خلصة الجملة فبما أنه خلصة الجملة معناته أنا شو بدي حط فر بدي حط نقطة طيب كميك taşıyan كميك كمان kedilerle oynama kichem yorul madan dakikaya larja ورashan köpekha kürünürtü فات كميك taşıyan كميك جمال عندي هونه اكي تانه يعني جمال ورا بعض جايين أو خلينا نقول كلمة جروبو جايين ورا بعض فأنا هونه شو بدي حط بدي حط بير قل افت افت شمي بشي سويلي جام شوريا دقة تبان شو زار كم شنو بي سيلي شورتا بما أنه أنا شفت عندي حرف كبير شهرين üstünde كار يارد نفس الكلمة نفس المعنى معناتها هاي شو بتكون بتكون عندي رديف تمام فإذا عندي أنا هون رديف يعرب يعرب جملة السطر التاني والتاني حتى بتعرفوا شو مي يعرب بس كان عندي كلمات متشابهة نفس المعنى فهدور رديف إذا كان عندي لواحق بنفس المعنى وزمان بونار ده رديف طيب بنجي هاي رديف لا إينا مي يعرب مي يعرب بنجي على كلمة مي كي و كي كم حرف متشابهة عندي الإي والك ما هيك عندي حرفين اللي هن الكي والإ طيب بما أنه أنا الكافية هي عندي حرفين المتشابهين معناتا شو رح سميها لهاي رح سميها تم كافية تمام رح سميها تم كافية طيب أندن صور رباش كنمار نور پور نور تيلبا تمام هلا بما أنه قال لي كافية ما حدد لي هو أنه بس بدل ترو ولا بدل دوزان فأنا بدي طالع كافية ترو وكافية دوزاني شو كافية دوزاني تبعها بك مي باكي آ فشو صار عندي آ ب ب آ هاي شو كنا نسميها صار مال كافية شو كنا نسميها صار مال كافية تمام طيب فإذا بهذا الشكل منطالع القافية والرديف إذا ما يكن منذكرين نرجع لدروس صف التاسع أو العاشر ونحفظ ندرس أو منشاهد فيديو القافية والرديف حتى نصير نطالعهم بشكل سهل أنغي شار أنبي مل devil من وان nächsten لمرmes نه نحفظ 1 نشاهد الضالغة ننني kadar duyguyla olmak yaraşır bağlıdır. Çünkü dilim günlüme günlüm dilime. طيب ننني 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 اشتركوا في القناة 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 شاعرين طبعا بل بل برورد. حتى هانا شنون المسيجي بدي وسلم يا. اندولا toprakları اندولا toprakları ve istanbul'un شبهة türklerin ana vatanı öz vatanı vurgulanmıştır. öz vatanı kalacağını vurgulanmıştır. كمن ister çoban ister şair her kim kim olursa olsun vatanı savunması gerekiyor ve düşmanlardan kurtarması gerekiyordu. Bu böyle bir illeti çıkarabiliriz بنسبه هاد السؤال. هلا هانا شوف عندها عطيني اسماء sanatçılar عفوان عطيني اسماء kütب وبدو yani kütب هدول الكتب لمن امين 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 هفظانين مجموع مرحا سهرا هي لا abdülhak hamid tarhan rubab şikes هي لا defik fikret kendi gök kubbemiz la yahya kemal هدول الاشعار لالو ف بهذا الشكل تكونوا حفظانين اسماء ودباء واشعار او اسماء كتب واسماء الادباء وقدر صوروا لرنس رح نزلكم الملف تحت الفيديو بالاضافة رح نزلكم ملف تاني اسئلة كلاستيكية رح تتدربوا كمان تحلوا بالنسبة للمذاكرة الثانية كانتين زي بكم واشتكلم